82 مليار دولار هي قيمة المبالغ التي أنفقت على قطاع كهرباء في العراق منذ 18 عاماً وحتى اليوم لم يضف فيها لقطاع الطاقة أكثر من 15 ألف ميجاوات من أصل 35 ألف ميجاوات هي حاجة البلاد الفعلية في وقت كان من المفترض فيها الحصول على ألف ميجاوات مقابل كل مليار دولار تم إنفاقه وزارة الكهرباء الحالية ومع كل انتكاسة لا تملك سوى الدعوة للإسراع لتسديد ما بذمة العراق من ديونه لإيران لعلت الكجارة تعيد فتح أنابيب الغاز صوب محطات التوليد خاصة وأن لا بادل لدى هذه الوزارة عن الغاز الإيراني وهذه مسؤولية تنصلت عنها وقالت إنها من مسؤولية وزارة النفط للبحث عن مصدر آخر لاستيراد الغاز في بلد يعد الثاني على مستوى العالم كأكثر دولة تحرق غازها المصاحبة لاستخراج النفط من جانبه الكاظمي وكعادته يجد تشخيص الخلل ورمي التهم والتعهد والتواعد ولكن دون حلول تذكر فخلال اجتماع لمناقشة أزمة الكهرباء قال إن سباب تدهور إنتاج الطاقة هو عدم سعي الحكومات السابقة لتنويع مصادر استيراد الغاز تصريح يوحي وكأنه استلم منصب رئاسة الحكومة قبل أيام فقط ولم تتح له الفرصة للإصلاح والتطوير وزارة الكهرباء وفي محاولة الامتصاص غضب الشارع أقرت بوجود حالات فساد تسببت باستمرار الأزمات وأن إيران فاقمت من آثارها ومع غياب الحلول ورغبة جهات متنفذة إبقاء العراق رهينا لأجندات إقريمية فلا بوادر كما يرى مراقبون لإنهاء أزمة طالت واستفحلت دون مبررات تقنع المواطن الذي يدرك أن بلاده تملك ثاني أكبر خزين للنفط في العالم إلا أنه ما زال يلجأ لطرق بداية لتوفير الإضاءة أو تسخين الماء